أثار الإعلان عن طرح قانوني العفو العام والأحوال الشخصية سيء الصيد في نفس الوقت أثار موجة من الانتقادات الشعبية والسياسية في موضع الضغط والتخادم السياسي كذلك التنازلات التي تقدمها الأطراف المتصارعة لتمرير قوانين جدلية لكن التصويت عليها يتم من خلال مبدأ المقايضة فمثلا يعد قانون العفو العام واحدا من تلك القوانين الجدلية ومن أبرز مطالب الأحزاب السنية في العراق منذ عام 2003 وتزعم منظمات عدة أن القوات الحكومية اعتقلت الألف من العرب السنة دون سند قانوني أو بذريعة مخبرين قدموا شكاوى كيدية تحت غطاء مكافحة الإرهاب في المقابل تعرض أحزاب شيعية تشريع القانون إذا كان يسمح بإطلاق إرهابيين من السجون رغم تورطهم بجرائم قتل تعديل القانون الحالي لا يشمل الإرهابيين وفئات محددة من بينها الاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم التي تمس الأمن الوطني والقومي إضافة إلى جرائم اختلاس الأموال وهدر المال العام أما على الطرف الآخر من الموضوع فقد علق القاضي سالم الموسوي على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق قائلا إن الشعب العراقي بحاجة إلى قوانين تعزز من وحدته وتقوي أواصره تجاه محاولات التقسيم وتفتيت اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي وإذا كانوا على صدق في نواياهم أرى أن يعرضوا المشروع للاستفتاء للوقوف على رأي الشعب بدلا من التفرد في القرار والعودة إلى الدكتاتورية المقيتة التي تصادر رأي الأغلبية